ماذا لو حضرتك النهاردة بتوصل غاز لسبعة مليون بيت شقة بكلمك على رقم بالمناسبة مش بقولك حاجة يا من الخيال سبعة مليون شقة السبعة مليون دول حضرتك لوصلت لهم الغاز البيت في السنة البيت تقريبا في السنة يستخدم تقريبا هو حوالي 18 أنبوبة غاز في السنة تقريبا قول عشرين في السنة وفرنا كام مليون أنبوبة بتجاز 140 مليون أنبوبة بتجاز وفرناها حضرتك ماذا له موصلناش الغاز للسبعة مليون شقة بقى عندك 140 مليون واحد مستنين أنبوبة بتجاز وقف طوابير رمضان وغير رمضان وأعياده ومناسبات عايز أنبوبة ماذا لو لم يتم هذا المشروع ماذا لو ما أنفقتش في قطاع البترول عشان تعمل حفر وتنقيب حقل ظهر وفاتورة أنا كنت باستوري الغاز بقيت النهاردة الحمد لله اكتفاء وبصدر بيجيب له عملة صعبة اللي أنا عايزها النهاردة ماذا ما أنفقتش في ده كنت عملت إيه كنا عملنا إيه أنا بتكلم هنا بتكلم الكل عشان بس نعرف فاتورة علينا كلنا صعبة ماذا لو الكهرباء الكهرباء اللي كان بتقطع 12 و 18 ساعة وأنفقنا عليها تريليون ماذا لو كان فيه مستثمر جايلك كان فيه مصنع حيشتغل كان فيه حد النهاردة هيعدي يقولك ببس عليكم والسلام عليكم وأخباركم إيه ما كانش حد حضرتك هيقولك الكلام ده هل تفتكر النهاردة أنت اللي لم ييجي أقولك وجنيه المصر يا جماعة العالم شوفوا أنا بقول لحضرتك العالم جميع العملات في دول العالم تم تخفضها من كام ما بين 15 إلى 30% جميع عملات الدول لا مش الجنيه المصري ولا الدرهم الإماراتي ولا الريال السعودي ولا الليرة التركية ولا الياني الياباني ولا اليواني الصيني ولا الروبن الروسي لا من 15 لـ 30% قفض في جميع عملات العالم